ورجعنا لكم تاني على طول علشان نشوف أخبارنا وأول خبر معايا النهاردة عن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً ولاية نيويورك اللي منعت استخدام أفران الغاز جوة البيوت وتقريباً دي دعوة من الناس اللي بتدافع عن البيئة وإن هي قالت إن ولاية نيويورك هي أول ولاية أمريكية هتمنع قانوناً إن حد يستخدم الأفران اللي هي بتشتغل بالغاز أو بأي نوع من الوقود الإحفوري وده طبعاً بداية خطوة جديدة علشان نحافظ على البيئة والقرار ده صدر في أمريكا علشان يخلوا كل المنازل هتبتدي يعني يأسسوها من جديد وحتى المنازل القديمة قدامكم بس 3 سنين علشان تتخلصوا من كل أفران الغاز علشان نحاول نقلل من مخاطر التغير المناخي وهناعتمد أو هم هيعتمدوا في نيويورك بدل من الغاز الطبيعي هيعتمدوا على الأفران اللي بتشتغل بالكهرباء وطبعاً دي خطوة كويسة جداً إن هي تتطبق ويريد تتطبق في كل العالم علشان موضوع التغير المناخي وإن إحنا نحول إن إحنا الحاجات اللي بناخد منها الطاقة سواء بالغاز أو بأي مواد تانية ممكن نحولها للكهرباء علشان نقلل من المخاطر على البيئة والخبر التاني معنا مختلف ومميز شوية وهو غريب من نوعه هو نوع جديد من السياحة بس السياحة لا هي في بلاد ولا هي في محافظات ولا في أي حتة من الحتة اللي إحنا بنفكر فيها ولا بنطلع فيها سياحة إحنا كسرنا الحواجز والسياحة دي لكسر الحاجز الغلاف الجوي ورحلات هتقوم من الأرض نطلع بمنطاد للسياحة في الفضاء الخارجي طب تعالي أقول لكم في شركة مؤخراً أعلنت عن رحلتها الأولى اللي هتطلع على شكل منطاد مؤهل للطيران برا الغلاف بتاع الأرض الشركة دي بدأت بجد فعلاً إن هي تعمل إعلانات وفتحت باب الحجز علشان تقول للناس لا عايزين تحجزوا في رحلتنا اللي هتطلع على ارتفاع 15 ميل فوق الأرض في الفضاء الخارجي فتحت الشركة دي باب حجز الطلبات للأفراد اللي عايزين يطلعوا الرحلة دي اللي هتكون مدتها تقريباً 6 ساعات على المنطاد ده وحددوا يعني تكلفة التذكرة يعني في عايزة حد يتخض بس هي 132 ألف دولار عشان تطلع 6 ساعات بالمنطاد الفضائي الرحلة دي أول الرحلات من نوعها والشركة دي فتحت باب الحجز وأنا حبيت أعلن لكم الحاضر يعلن الغيب زي ما بيقولوا إن انتوا لو حابين تحجزوا رحلتك للفضاء تقدروا تحجزوها من خلال الموقع الرسمي للشركة بس أنا يعني عندي شوية تساؤلات للشركة هل انتوا ضمنين الرحلة دي رايح راجع؟ واللي هي رايح بس؟ السعر المبالغ فيه ده هيكون ليه؟ أنا برضو قريت على الويب سايت إن السعر المبالغ فيه ده برضو إن فيه مجموعة من الطهاء أو أهم شفات العالم هيكونوا موجودين على المنطاد ده هيقدموا لك الوجبات خلال الست ساعات طب وليه؟ طب ما ممكن أقابلهم هنا وأكل منهم هنا بدل الطلعة اللي إحنا مش عارفين هتبقى عاملة إزاي عمتا لو ناوي تحجز في الرحلة دي ما تبقاش أول رحلة طلعة خليك كده أشوف أول ناس هتطلع هيحصل فيهم إيه؟ ونرجع تاني نفكر في الموضوع بهدوء خلونا بقى نروح لفاصل ونرجع تاني علشان نكمل حلقاتنا